في إطار الزيارة الملكية إلى الصين وفي ظرف يومين فقط تم التوقيع على حوالي 31 اتفاقية بين المغرب والصين هذه الاتفاقيات التي تهم مجالات مختلفة تهتم بالطاقة والمعادن ثم الصناعة والتعاون السكاكي أيضا والسياحة والثقافة مجالات مختلفة إذن اتفاقيات تأتي في سياق تنويع الشراكات الاستراتيجية المغرب مع بلدان مختلفة وتأتي أيضا وتترجم متانة العلاقات التاريخية التي تربط المغرب بالصين المغرب الموقع على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر بينه وبين مجموعة من الدول الأوروبية والعربية أيضا والذي يتوفر على إمكانيات تؤهله لأن يصير قطبا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا مع التذكير بأن الصين تعتزم الرفع من مبادلاتها التجارية نحو إفريقيا إلى حوالي 400 مليار دولار وذلك في أفق 2020 وهو ما يعتزم أو ما يطمح المغرب إلى أن يستفيد منه وأن يستقطب جزءا مهما من هذه الاستثمارات للتفصيل أكثر في هذه الزيارة وفي الاتفاقيات الموقعة يحضر إلى جانبي ضيفا السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا إذن سيد وزير نود بداية الحديث عن الاتفاقيات الخمسة عشر الموقعة الجديدة والموقعة اليوم هل يمكن أن تحدثنا عن أهم المجالات التي همتها هذه الاتفاقيات أولا هذه المجالات جاءت لتترجم الإرادة التي تم تركيز عليها وهو الطابع الفعالية وطابع البراجماتية والطابع العملي ليس هناك اتفاقيات بالمفهم التقليدي الكلاسيكي ديال يعني اتفاقيات يمكن أن لا يكون لها يعني تأثير مباشر كل اتفاقيات أولا على المستوى الحكومي للثوقات كل اتفاقيات غد يفتجاه هذا التنويع اللي غدين فيه وهذا الإرادة ديال بناء اتفاقيات من جيل جديد تتمشى مع ما يسمى بالبعد الاستراتيجي لهذه العلاقة ما بقناش في علاقات طبيعية كلاسيكية عادية هناك إرادات ترجمها بها إعلان لوقوع جلالة الملك والرئي الصيني واللي عنده ثلاث مرتكزات أساسية واضحة المجال بالطبع ديال الحوار السياسي المجال الاقتصادي والتجاري والبعد كذلك التقافي والإنساني والعلمي هذه المرتكزات الثلاث ترجمت باتفاقيات وبدأت باتفاقيات ستفعل بدأت المدى القريب على مستوى ذي التفعيل وهي اللي تمتوقعها في مجال الاقتصادي والمالي اليوم طيب في السياق سيدو أعتقد تتدي الأشياء أولا كنا نتكلم منذ عشر سنوات حول قطب صناعي خاص بالمقاولات الصينية اليوم تفعل الفيكتار من موجهة للمقاولات الصينية المغربية أو الصينية اللي غادي طبعا غادي ترجم هذه الإرادة على المستوى الاستثماري في قطاعات تم طبعا تحديدها مرتبطة بقطاع السيارات بالطائرات بالنسج والألبسة بكذلك المواد الغذائية هنا قطاعات متعددة مرتبطة بالقطاعات ذات البواد الاستراتيجي اللي كيشتغل عليها المغرب اليوم كان الجانب ديال السياحة واللي طبعا اليوم اللي ما غا تبقاش القضية ديال التأشيرة مطروحة بطبع المجال ديال تطوير السياحة غادي يصبح أساسي لكن تطوير السياحة يجب المواكبة ديالها ولهذا الاتفاقية ديال اليوم كانت اتفاقية غادي في هاد الاتجاه كان القطب ديال الاستثمارات المرتبطة بالقطاع الطاقات المتجددة ثلاثة الاتفاقيات فيما يخص ثلاث صناعات غادي تم يعني ارسائهم في المغرب مع مقاولات صينية هناك البعد المالي مواكبة الاتفاق ما بين الابنك مواكبة مشاريع الاستثمارية بين البلدين هذه كلها يعني مجالات لجات ترجمات بداية ترجمة لهذه الإرادة هي إرادة براغماتيكية التي سيكون فيها متابعة وتتبع وجلال الماليك لح على التتبع كل المشاريع وأن كل المشاريع التي تم توقعها تكون مشاريع قابلة للتنفيذ وفترة وجيزة هذا هو الذي نعتقد يطبع اليوم هذه الزيارة والتي ترجم كذلك هذه الإرادة المشتركة في بناء علاقة استراتيجية ودتبع استراتيجي ما بين البلدين طيب من جهة أخرى كيف سيعمل المغرب على جعل نفسه بوابة للصين نحو إفريقيا تعدد الشركات الاستراتيجية للمغرب هو طبعا مواكب على المستوى لها مستوى الاقتصادي هو مواكب لهذا البعد الاستراتيجي اللي حددناه منذ عشر سنوات أو أكثر نجعله من المغرب قوط بجهوي منفتح على أسواق متعددة بناء الشركات الاستراتيجية زيادة على البعد الدبلوماسي والسياسي طبعا الجانب الاقتصادي ديالها كيساعد على تفعيل البعد الاستراتيجي ديالتا موقع المغرب اقتصادياً وجهوياً وجغرافياً بالصين خاصة في ظل هذه الزيارة الملكية والأبعاد التي تحملها في العلاقات بين البلدين بحكم أن البلدين يحملون نفس القيم ونفس الرؤية للتوازنات العالمية يحملون نفس الرؤية فيما يخص القضايا الشائكة وطريقة حلها على المستوى العالمي هذا شيء يجعل من العلاقات الدبلوماسية من البلدين علاقات متوازنة واضحة هادئة وفيها كذلك تضامن هذه الخصوصية هذه أساسية لأن التقى في العلاقات ما بين البلدين التعاون في مختلف المجالات الديبلوماسية ما بين البلدين يعني كذلك القدرة على الحوار والتفاهم لأن لنا مرتكزات هي نفس المرتكزات كان أعتقد أن شهد كله يجعل من هذه العلاقة المغربية الصينية في مختلف مجالتها عندها خصوصية أو خصوصية إيجابية يعني التفاهم على المستوى الديبلوماسي الإرادة على المستوى الاقتصادي الإسهام في حل قضايا الشاك أي النزاعات بنفس المنهجية ونفس الطريقة التي هي الحوار ودعم الحوار والابتعاد عن كل ما مشأنه التدخل في الشؤون الداخلية للدول احترام بعض المبادئ الأساسية التي هي واحدة الدول كذلك عدم تدخل في الشؤون الداخلية الدول احترام خصوصيات الدول هذه كلها مرتكزات كتساعد باش هذه العلاقة يعني تساهم وتساعد في يعني إرصاء هذه القيم وتستبت هذه القيم ومواجهة كل ما مشأنه أن يمس باستقرار المناطق واستقرار الدول واستقرار كذلك الشعوب طيب أشكرك ضيفية سيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون شكرا جزيلا لحضرك معنا شكرا لكم وشكرا على مواكبتكم شكرا إذن عودة إليكم إلى استوديوهاتنا في طنجة لمواصلة باقي مواد نشرتنا الإخبارية